البنات العيالات تعانون لنا من تجاعيد تعانون ليا من الخطوط الرفيعة الخطوط المتينة والتقيلة ما لقيت التشيح المخليتي مجر بزي في الوصفات في المنتوجات في الكريمات اللي كيكون التمنديلهم باهد ومع ذلك منفعتك التحاجة اليوم ما جبتلك احسن وصفة لعلاج تجاعيد الحمد لله و لعلاج الخطوط الرفيعة والعميقة وكذلك البنات حتى الترطيب العميق يقني البنات اللي يعانون من الجفاف وجههم كيكون ناشف وجههم كيكون محربش كيكون كل وسخ كل مشاكل فاليوم ما جبتلكم احسن حلو احسن وصفة البنات واللي هي اللي علاج التجاعيد والخطوط العميقة والرفيعة والمتينة بوصفة الفازلين اللي انتو ما كنتو اكتارت ما شاء الله اللي طلبتوها مني في التعليقات قلتو لي عافك ما ببغتاجي معنا وصفة الفازلين را عجبتنا بزر الحمد لله شركت معكم فلاشين وعجباتكم فاليوم اجبت لكم بحلة وحدة اخرى بحلة لي الله جربتها غير مؤخرا باش كون معكم صريحة وعجبتني بزاف لانا ولا الام ديالي لانو طبي الحال انا اي وصفة جربتها كان بقتاجيها مع الام ديالي شوق بلاس بشكدة حتى يتعطيني الفكرة يعني كيفاش واش عجبتها ولما عجبتاش خصوصا الام ديالي في نسبة متجاعد يعني غتباليها الغزلتة وغتباليها النتيجة اكتر مني انايا المهم ان البنات داروري ما كان بنعالج تجاعد واخا انا ما فيش مع الوقت يعني انسان تيوصل الوحد لاش تيبدو في تجاعد فانا كان بغي دائما يكون عندي وجهه مرتب يكون هكذا يا فيه ترطيب عميق ما فيش نمشو كلف صافي حليب يعني بيض ما فيه لا تسبوغات لا سيكات فضروري ما كان عمل لها الوصفات ديالتجاعد واخا انا ما فيش يعني انسان دائما الابنات خدوها بعين الاعتبار وخدوها كناصيحة اخوية مني انايا واخا تكون عندك عشرين عام ثلاثين عام فضروري ما تالله يفراسك بوصفات لهي كتكون مضادة الشيخ وخا مبكرة وكذلك كتحميل اكلوجيه يهديالك من تجاعد فالمهم البنات للوصفات الفازلين من ارواع و احسن من يكون لبنات لعلاج التجاعد لانها سر رباني للتخلص من تجاعد العميقة ولمسينة وطقيلة اختاري معكم تقريبا اللي ديالتاي كاملين ديال الوصفة مع الانواع ديال الفازلين رخاص والغاليين مهم اللي ديالتاي كاملين ان شاء الله ولكن قبل حبيباتي اللي غاديين بيان قول لكم قول لكم ما تنسونيش غزالات ديالي من واحد اللايك لانه فغاما فاشكا بسيك بسيك تزيدي تشجعيني تزيدي تخليني نبتاكر ونبحث ونقلب على الجديد في المكان يعني الناس اللي تشجع كتر ونخدم ونجيب لك الجديد في المكان نزله حتى البينيديك فدعمني بواحد اللايك اللي ما تخسري على تشيح حاجة غير تشجيع منك وكذلك المناس ما تنسوش تشتركوا فلاشين يعني الناس اللي ما زالي ما تشتركينش اشتركوا باش العائلة ديالنا ان شاء الله من الجديد تكبر اكثر واكثر فعلي زال جرس وخل لي تعليقات ديالك الاقتراحات ديالك الاستثارات ديالك شنو بغا تشوفي شنو ما المواضيع ولا سيجي تبعوني نهدر عليهم طبيعا الحال بناس اي موضوع اي سيجي تبعوني نتكلم عليه حاضرة ندرا نتكلم معاكم في اي موضوع وفي اي سيجي بغيتو سوف نتعرف على المكونات الوصفة والطريقة للتحضير والاستخدام والاستعمام أول حاجة نبدأ بها هي الفازلين الفازلين الأصلي هذا البنات يعمل 20 درهم مغربية 20 درهم زرق 20 درهم زوين يبقى أصلي و حاجة ناطي و حاجة طبيعية و ثلاثة ديالي يكون لغ فيه اللون الغوز فيه اللون المارون و هذا الزرق و هذا البلو يجيك يحمق البنات و يهبل لعلاج تجاعد العميقة و المتينة و الرفي يعني اللي عندها تجاعد عامقين هكذا فدير لي الفازلين الأصلي اللي بغات شي حاجة خاصة من الفازلين الأصلي يعني بغات فازلين و لكن بثمان مناسب يعني قل من 20 درهم فغاديم باقتاجي معاكم هم واحد الأنواع ديالي فازلين كي يحمقوا و هما هادو إلا عندك لابو سنسيبل و للبشرة الحساسة فديري لي هادا بالأرقال هنتم ما كيفاش كي يجيك يحمق هادا غزال كي نقصي البنات هادا بالفاني هنتم ما برنك هادا هادا بالفاني كي يصلحها الجيلات الويدات اللي بغتي أنتي مهم ديري في أي بغتي بغتي كي نقصي البنات هادا بالبوم او لا بالتفاح كي يجي هكذا باللون الفاغ او لا بالخضر كي نقصي البنات هادا باللون الغوز هادا باللون الوردي يعني هكذا كي يجيب الغوز وهو الورد يعني عشاق الورد يديروا هادا اللي كتعجبها ريحة الورد في وجهة تدير هادا كي نقصي البنات هادا بالحامض او لا بالسطور هوا كي يجي هكذا هادا بالحامض وكي يصلح البنات حتى الشفتين اللي عندها الشفتين كحلين او لا زرقين او لا مقشبرين او لا فيهم بعض البوقع او لا بعض تسبوغات او لا بعض السيكات فتدير هادا الفازين ديال الحامض تاو خمسة ديال الدرام لغلي على مسكين بالنسبة للحامض انا كنجيب منه سطوك تقريبا كنجيب منه واحد العشرة لأنه كنحتاجه بشكل كبير بزاف كذلك البنات كين هادا لأكولوغ هادا اللي كي يجي ناتيوغ او لا طبيعي هانتو ما كيفاش كي يجي هوا طبيعي المياه هادا البنات حتى هوا كي يصلح لباغتيانتيم ديالوليدات صغار الرجلات الويدات يعني هادا حتى هوا خاطر وشي حاجة طبيعية وزوينة بزاف وكين قسي البنات هادا اللي كي يجي بالكاكاو حتى واللي ليفغ هادا هادا اللي كتحمق على ريحة الكاكاو ففيه الريحة الاصلي يعني ما كتحسي شغل بنكها ولا غير بشي حاجة ليه اصطناعية لا البنات كتحسي بنكها ولا بنكها ديالكاكاو هادا البنات كي صلحتها اللي ليفغ او لالشفتين هكذا يلا عندك فيهم الكحولية مقشبرين فيهم السواد يعني زوين شي حاجة ليه ايفي كي صلحت الله كي صلحت الويدات الرجلات يعني صلحتها هو معجيزة ربانية لعلاج جميع المشاكل الموجودة هو هادا البنات كي يحمق و كي يهبل فهدوس قريبا نقول لكم عندي هنا يعني سبعة ديال الانواع ديال الخمسة ديالدرامكي هادا بالحامض هادا باللون الوردي هادا بالفاني هادا بالكاكاو هادا بالبوم وهادا بالأرجان هادا بالكاكاو هادا بنات هادا الولين بالأرجان فالمهم عندي سبعة ديال النكهات زوينين بخمسة ديالدرامة مزرر فيهم نكهات وحد آخرين ممكن تقلبوين في الأسواق هادا البنات ديالعشرين درام كتلقى حتى وعد مولين المكياش وكتلقيه في المحلات تجارية هادا ديال خمسة درام كتلقاههم في الأسواق مكتلقاههمش في المحلات تجارية او لديهم خمسة ديال دراهم و الماكياش بالنسبة للناس اللي تسويني بزا فعلا فين كنلقوا هذوك الأنواع اللي فازلين اللي بقتا جيت معاكم فيهم النكات او فيهم الرويحة اللي عندها البشرة الحساسة ما تقدرش تدير ريحة تدير اما هذا ديال الارغان هذا كيصلاح البشرة الحساسة ما فيهش الريحة هولا هذا اللي بنات الزرق الناتور او لا هذا اللي كيجيب الحام هذو ثلاثة نكهات ما فيهش الريحة نهائيا هده بالورد فيه الريحة بالكاكاو فيه الريحة بالبوم فيه الريحة والفاني فيه الريحة هدو ربعت نوكهات فيهم الريحة والكاوري بيهو الحامط المهمات الشي اللي كان بالنسبة للفازلين دبعا نتمنى لبناز المسألة ديالفازلين تكون واحد حرقة كيف فيكم لديطايد ديال اللي ديطايد إن شاء الله كاملتان مكمولة بالنسبة من غير الفازلين سوف نستخدم بيضة كمية من زيت الزيتون لا تختنج هذه الشركة لا يشهر تجربة شخصية لا أقل ولا أكثر البنات سوف ننصح بيضة العربية يكون حسن قاع من هذا ولكن لا تسفر عندي لأنه سبارك الله جبته لا يستطيع أن نجيبه ولكن إن شاء الله كما قلنا كتاب نجيبه وناخده إن شاء الله ننصح لأنه كمنا ناكله ونصح في الماكلة كون أننا عائلة تركز بزيت الزيتون حاء البناء كانت استخدمه أننا في الوصفة تقريبا نقوم بمقارن من السابق بالنسبة للبنات لا أريد شركة بزيتون فأنا أتركك أمود بواحد مثل الوصفة دعوني على مرحة سيدي سوف نحكب المركي سوف نأخذ بماركة بابي طويلت بابي كويزين بابي كويزين خذت من استوك سوف نستخدم بابي كويزين بابي كويزين في سمك غلايد عكس هذا البنات كي يجي شوية خفيف المهم ها تشيل اللي كاين دابا غادي ندوزو باش غادي نتعرفو على الوصفة ولي ديطان شاء الله ديال لغوصف مهم اول حاجة لبنات غادي تاخدوا معايا البيضة اول حاجة غادي نديرو هاول خطوة في الوصفة هي البيضة غادي تشديها دابا غادي تاخدوا صفر ديالها تزولي في وصفة وحدة اخرى و البيض اللي سنستخدمون ان شاء الله في غادي المهم على بركت الله ها هو البيض ها انتم ها الصفر ها انتم ها سفر لن نضيف المنافع البيضة يجعيدي البشراء حليب سافيا لنضيف كمية من زيت الزيتون سوف نضيف الفازلين لنضيف التطبيق الوصفة سوف نضيف المكونات نضيف زيت الزيتون لا نكتر نضيف المكونات نضيف التطبيق الوصفة نضيف الزيتون نضيف الزيتون مكونات سوف نضيف كمية الفازلين سوف نضيف كمية الفازلين سوف نضيف كمية الفازلين سوف نضيفك رجلي سوف نضيف نضيف كمية الفازلين سوف نضيف كمية غزال انا صراحة كان نصح بهادو دي الخمسة الدرهم كتر لبنات ما كان نصح بهدو ناسيوغ دي العشرين درهم سواء في جميع النكات ديالونك يعجبني دائما دي الخمسة الدرهم لأنه يبقى تبارك الله اقتصادي وزوين المهم هنتم هديك معلقة دي الفازلين كتديريها في هذا الوصفة هدي وكتخلطي او لا كتجمعي كل شي يعني كتجمعي ديك المعلقة دي الفازلين وكتخلطيها مع هكذا يديك بياضة بيضة مع ديك معلقة زيت زيتون وبالنسبة لها الطرف هذا دي قبل هذا المعين قد يلبازلين رخصها الدوب يعني را لما دابت سرى الوصفة ما غتنجحش انا باش نكون واضحين في هذه النقطة هدي الناس اللي يقولوا لي واش غادي الدوب من طبيع يتحل بناس كتدوب غير هو خسك تخلطي 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 وتعود تخلطي مزيان 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 إلا عندك التراب اليدوي كان احسن ما عندك شغل خلطي هانتو ملبنت انا را كان بقى نخلط 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 تما كتبقش فرتيته في الفازلي يعني را كانت دوب تماما هانتو ملبنت إلا مت معكاتش لك هانتو ملت شوف مت معكاتش لك جي بفورشة جي بشوكة جي بمي مجي بدك شى اللي بغيت ولكن ضروري ملبنت ما تخلطو تعودوا تخلطو حتى كتحسوه لاسا فيما بقاش دابت يجب أن أخذ الوقت 10 دقائق لتدوب الفازلين يجب أن أضع البيض البيض الزيت البلدية وزيت الزيتون نجمع في هذه العناصر الممتازة في علاج التجاعيد وخطوط الرفيعة هذا أهم خطوة في الوصفة وهي الطريقة للتطبيق لأن طبيعي لبنات الطريقة للتطبيق نعرف كيف يتم فكتخذ البابي كويزين أو البابي طوالت لا حسب لبنات نفس النتيجة ونفس الغزيلة فكتخذ البابي كويزين أو البابي طوالت تقطع الطريفة التي أريدت وتتمي مثلا هذا الطرف هذا وضعه في الوجيه ووضعه في الوجيه وتأخذ الوصفة في هذه الطريقة طريقة التطبيق مهمة فاركزوا معي فيها عفاكم أريد أن أضعه واحد فوق واحد فأضعه لديك الرولو كما تقول احنا يا رقيق بزاف لا يوجد أحد لا يوجد أحد لا يوجد عينك ميزان كما نقول احنا يا كل واحدة وعينها ميزانة يعني شوف انتي يا شنو بغيتي وشنو ما بغيتيش لديك الميزانة حاولت أن نسح الفازلين التي تلصقه في المعينة لكي تجني الوصفة سهلة لكي لا يقوم بغيتيش لكي لا يسقط الفازلين الذي كان في السطح يلصق لي مع البابي جيني أو البابي كويزين حاولو ما تقضعوش وما تشرقو ميزانة ومتاشي حاجه يعني غير بالمهال لبنات حتى كي تحسي به لصقليك كامل وتبثلك في وجيه ديالك هنتم يلجاك هدا خفيف يعني ما جاك شغلت اعود يزيدي وحدة اخر بها الطريقة هادي يضغيال بنات يفزقليك وزيدي غير شي حاجه خفيفة سهل عليكم المأمورية بالنسبة للبنات لدينا البابي جينيكول البابي كويزين خفيف لا تغلق نريد الوصفة لا يمكننا الوصفة تبقى اختيارية هذا المسألة لا تتمي غادة طرف الطرف تكملي وجهك كامل تصنعي ماسك فيه عينين لا تتمي غادة غرب طريف بطريف تخليبها في جينيك وكتمي غادة تمنى يكون البنات تبقى الوصفة ونزيد وحضر وحضر تبقى الوصفة و تبقى الوصفة كما قلنا نظيف تكمل وجهك كامل في خمسة دقيق ولقلقاء تحسيب وجهك بغيت تفرقها لكي تعرفوا مدى أهمية الوصفة ومصداقية الوصفة الحمد لله وجهك يترتق بكثرة ما الوصفة الحمد لله فعالة ومجربة وزوينة واقتصادية بديك زويتة البلدية وبيضة ومجربة الفازلين ومجربة ومجربة وفي نفس الوقت منذ أول استخدام ومجربة منتج عيد تحت العين في الخدود والجبهة والعنق وردتكم المقاطع المصغرة كدليل الحمد لله وخليتهم لكم في البداية لكي ترى الوصفة لا يزوينا نهائيا وقبل كل شيء قبل أن نهضر لتصور لكم بعد ذلك لأي وصفة لا نستطيع اختبئه نهائيا لا نعطيك اشياء سلبية لا نعطيك مقدة ومجهودة لا نعطيك حاجة مجربة ومضمونة مليون فلمية و الناس اللي كتبت هاد شي من خلال تعليقات ديالها فاي وحدة البنات جربت الوصفة اعافكم تكتب لينا في التعليقات هواش فاشلة ولا ناشحة بش هكذا كل شي مشي يجرب لانو فغي ما وفحال هاد الهميزة هادي تضيع على اساس انك تقولي انها مزويناش و لا انها فاشلة تحكمي عليها يعني كما تقولو من الاول فاركت ضيعي راسك وكتضيعي هاد الوصفة هادي فانتمنى البنات توصل لجميع المتسبعات ديالي سواء سحباتك صديقاتك الام ديالك هكذا سواء بها لها اعطيها لها كاعدو لا كانوا عندها هكذا تجاعد لانو كترت طب حتى من الاعماق الوجيه والويدات وحتى بارتيانتيم لبنات يعني شي حاجه اللي يزوينا من احتى الزاد ما شاء الله اقتصادية سهلة فتح دير ديالك تصوب خمسة دقائق في نفس الشي اللي بنات في ثلاثة دقائق كتبدال لك الغزيولت يعني كي يبدو جهك يجبن خمستاشر دقائق عشرين دقائق سوف يكتزولي هاد الماسك هادا بعد ما كينشوف انتو مولا كرة كنحس بيديو بخطرت اقتبارك الله مع العين ما انو ما فيش تجاعد اما الناس اللي فيهم تجاعد رادر اخرى وكلام اخر من بعد صفي كتبدي تزولي هاد البابي هادا بعد ما كينشوفو كي يكرم كتبدي تزولي بها الطريقة هادي شوفو ما نعودش لكم يا لبنات حتى الشعر اللي عندها كده يشعر فلوجيه ديالها ولي عندها لبوانواغ كي يصقو في هاد البابي هادا قسما بالله البنات وانا كي ما سنقولو شا هداع الكلام دي جايا لي الحمدو لله لانو متأكدة منو مليون في المية فكل شي لبنات هادو لوسخ لوسخ هادا كي بلك في هاد البابي هادا ديال كويزين والبابي جيني يعني تجاعد صفي مطبي تحرق وجه كي يولي سبارك الله خزال و اهم حاجة لبوانواغ و الشعر اللي عندها كده يمشعار فلوجيه ديالها فرغا ديباليك الشعر هاكده كين فلوجيه ديال يعني وصفة اشان قوليكم عليها اللبنات ره مو عجيزة ربانية والفازلي اللي كان حقروه اللي تنقولو انه ما كي عالج تجاعد فضل وصفة مع بيض بيضة ومع مالقة ديال الزيتون را ما نعودش لي كيفش يخليليك الوجيه ديالك را غاتباني باللارة وخيكون عمرك ميات سانة اقسيم بالله لبنات انا تنتحدى اي وحدا تجربها وما تعتاش لغوزل تفر كان غادي نقولك ديزابوناي من عندي ما تبقيش قاعد تابعيني نهائيا اعطي الكلمة ديالك ولا اعطي التعليق ديالك في الكومنتر لانه الحمد لله ما كان مسحتاش يتعليق جميع لي كومنتر تنخليهم التحت فخانس تعليقات باش هكذا كل شي قاق فانتمنى هاد الفيديو الليبنات يكون خفيف ضريف على قلوبكم لانه فغاما وزوين داكشي علاش كيجيت كنجري الطايرة باش نبغتها جيه معاكم الوصفة اقتصادية سهلة في التحضير ديالها من ابسط وارخص ما يكون الليبنات را غالي ما بغتش يتحيد عليها العقز وتنو تجرب هاد الهميزة هاد المهم حبيباتي اللي غادي نقول لكم هو ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم حاولوا تفجروا هاد الفيديو باللايكات كذلك الليبنات حاولوا تشتركوا فلاشين بالنسب بالمتسبعات ديالي اللي ما زالين ما مش تاركينش فرا يوميا تنزلكم هميزة كي حمقو كي يهبلو يوميا كل مساء تنزلو هكذا الجديد ديالي اللي هو مطبع تحلم القناة ديالي القناة دائما إلهام شانال اللي كتهتم بالمرأة المغربية وبالمرأة بصفة عامة كما كان الحمدولله كنهتموا بالجماد ديالها نحاولوا ننوع عليكم وصفات ديال تجاعد ديالشيب ديال الأسنان يعني كل ما كيخصك فغادي تلقيه لي في هاد الوصفة هادي وجر بها اردع لي لان وفغاموا باش تحيدي الابوانواق باش تحيدي التجاعد باش تحيدي الوسخ باش تحيدي كل شي في دقة واحدة رامكين شاء البناس حسن هاد الوصفة وكدلك صالحة حتى اليدين رجلين لبارتي انتيم والعنق والوجههم طبعي الحال هدي هي اهم حاجة وبأي ماركة درتيها ديال الفازين سوان ديال 5 درام ولا ديال 20 درام فكتنجح الحمدولله انتمنا البنات تباقتاتي وها في مواقع التواصل الاجتماعية باش تعم ان شاء الله الفائدة للجميع ان شاء الله وما تنسوناش من الاشت اشترك ديالكم سوما شان تفعلكم زال جارس وغادي نتلقى معكم في وصفة واحدة اخرين في ميزة واحدة اخرين الى اللقاء